اهلا بكم ميلا موجز اخبار الان قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس انه لا مقاتل المعارضة ولا بشار الاسد سيكون لهم اي نفوذ في صياغة حل سياسي ينهي الحرب الدائرة منذ ست سنوات واضاف ان الحل السياسي اصبح الان رهينة المصالح الدولية وقال ماخوس انه لا يوجد حل في الوقت الراهن سواء كان سياسيا ام عسكريا قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة انه لا يمكنه تأكيد تقارير روسية افادت بان زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي ربما قتل في ضربة جوية روسية في سوريا وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت انها تتحقق من معلومات عن ان البغدادي قتل في ضربة قرب مدينة الرقة السورية في اواخر مايو ايار الماضي نشرت خلية الاعلام الحربي في قيادة العمليات العسكرية المشتركة مساء الخميس خارطة عسكرية للجانب الايمن من الموصل تظهر احتلال داعش لواحدا في المائة فقط من اجمالي مدينة الموصل شمال بغداد واوضحت الخارطة ان القوات الامنية الهراقية فرضت طوقا عسكريا على جميع مناطق الموصل القديمة من جميع الجهات ولم يتبقى تحت احتلال التنظيم سوى واحد في المائة اعلنت مصادر السورية وامريكية عن هروب عدد من قادة داعش من الرقة والموصل الالتين تقتحمهما قوات التحالف الدولي الى مدينة الميادين السورية بمحافظة دير الزور يذكر ان التحالف الدولي بقيادة واشنطن يقوم بعملية العزم الصلب ضد داعش في سوريا والعراق منذ اغسطس من عام 2014 ويدعم في الوقت الحالي منذ السابع عشر من اكتوبر الماضي عملية عسكرية لتحرير مدينة الموصل اعتقلت الشرطة البريطانية الجمعة شخصا امام مبنى البرلمان في العاصمة لندن واغلقت البواب الرئيسة لمبنى وفق ما ذكرت مصادر محلية وقالت الشرطة انها اعتقلت الرجل القرب البرلمان للاشتباه في حيازته سكينا مشيرة الى عدم ورود تقارير عن اصابات وقالت الشرطة ان الحادث لا علاقة له بالارهاب ازداد عدد قتل الحريق الذي اندلع في برج سكني في العاصمة البريطانية لندن الى 30 شخصا على الاقل بحسب الشرطة مضيفة انه تم اخماد الحريق وكانت صحيفة ذاسان البريطانية ذكرت ان 65 شخصا ما زالوا اما في عداد المفقودين او يخشى انهم قتلوا في الحريق الى اللقاء اشتركوا في القناة